موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على أفضل مرسلين سيدنا محمد للنبي الأمي وعلى آله وصحبه الأجمعين أهلا بكم في المحاضرة رقم 14 من محاضرات الـ Document Control and Information Management Course النهاردة المحاضرة الأخيرة اللي إن شاء الله بإذن الله هنناقش فيها ثلاث موضوعات أول حاجة إحنا طبعا خلصنا خلص كل الجزء ده بقيلنا وبقيلنا وقيل فرق ما بين Submitter والTransmitter كمام؟ حد فاكر المواضيع اللي حتكلمنا فيها المرة اللي فاتت كنا متكلم فيه مع إيش حنا كنا بالمحاضرة اللي فاتت في الأسبوع اللي فات ما كناش موجودين الأسبوع اللي قبلية كنا متكلم عن حد فاكر حاجة عن الموضوعات وإن أهم الموضوعات بيدي الـ 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 يا شباب هند أوفر تمام هو بيه هند أوفر شوية أشياء للـ كلينت تمام؟ إيه أهم حاجة قلنا إن احنا بنعمل لها هندينج أوفر لكلينت إن في واحدة من أهم الحاجات ومن أكبر الحاجات لحنا بنعمل لها هندينج أوفر لكلينت كل شيء يتسلم بمام الأسبل وكي دي واحدة من الحاجات بس مجري من أهم حاجة مش أهم حاجة برو مانيويل ولا المانيويل كل ينتم بتقولو ده حاجات من ضمن الحاجات اللي بتعملها هندينج أوفر اللي هو قدوى التكلفة تمام؟ يعني إيه Ds م.A.R لا مش ديه حاجات اللي احنا بنعمل لها هندينج أوفر إحنا مش مذكرين المحاضرة اللي جاية إسبابها الجاية هتبقى المحاضرة أوف الاسبوع اللي بعدين ان شاء الله يبقى للمتحين. تمام? عشان نكون متفقين بس. الاسبت لا. قلنا اهم حاجة بتاع الكونستركشن هي المبنى. المبنى ده اهم حاجة واكبر حاجة بيتعمل لها للناس عشان يبتدوا يشتغلوا عليه. تمام? بس مع الحاجات دي هو لازم يعرف ازاي شغل المبنى. لازم يعرف ايه الفتحات الموجودة في المبنى. لازم يعرف لما يجي يعمل مبنى تاني جنب منه او يجي يعمل سيونة للمبنى ده. او تحصل عنده مشكلة من مشاكل في المبنى ايان كان مشكلة تصريب مشكلة مشكلة تكييف مشكلة اي مشكلة من المشاكل دي لازم يكون عنده اسبت يقدر يتعمل معها. بقلنا اول حاجة نفسه بتاع المشروع اللي احنا بنعمله. تاني حاجة الاسبت اللي هي اللي بتعرفه كل الديمانشنز وكل الفتحات وكل اللي بتاعة اللي استعملوها من اول المشروع لحد اخر. ثالث حاجة بيسلموها المانيوالز بتاعة المانيوالز بتاعة الاكوبمنت الموجودة في المشروع علشان الاكوبمنت دي مهم جدا ان الناس تبقى عارفة تتعلم عليها وتبقى عارفة ايه هي لو السيانة طايتها كل قد ايه الكاتالوب بتاعة كل الكاتالوب بتاعة بيبقى عبارة عن ايه? مهم جدا بتاع الاكوبمنت دي عشان يقدر يتعامل معيها. تمام? ايه تاني احنا قلنا خاص كده كمان الوارنتيز لازم يبقى هو مسلم كل الشهادات كل السرتيفات تاعة الوارنتيز للكلاينت علشان يقدر الناس بتاعة اشتغلوا عليها عشان لو حصل اي مشكلة او اي معدة احنا شغالين بيها? في المشروع يقدر ان هو يشوف هي الضمان بتاعها ايه? طب هالناس هتيجي تصينها طب الناس هتيجي تبدينها والدنيا دي كلها تمام? هي دي اللي احنا قلنا ان احنا بنسلم. طيب احنا ايه بتاعة اللي احنا بتعامل فيها او في ايه انواع اللي احنا بتعامل بيها? اللي احنا بتاعة أحنا اللي احنا بتاعة!? لسيط نعم certificate الاكل ايه? يعني لديك نعم لديك نعم ايه؟ degree وازبط كده استاذ محمد سليم بدأ يتكلم صاح كل الحاجات دي اسمها احنا عندنا اربع انواع من اول حاجة دي الاربع حاجات اللي احنا نتعامل فيهم في اي مشروع اول حاجة كل الحاجة التكنيكال اللي احنا بتكلم عليها كل الحاجة التكنيكال اللي احنا بنستلمها الكنتراكتر يبعثها الكنتراكتر للي اعتمد تمام ان هو يعتمد كل الديتاشيتس والحاجات اللي احنا بنتبقى متدولة ما بين الكنتراكتر وما بين الكنتراكتر بتبقى عبارة عن دي لي بيبقى مانلي بيبقى مسؤولة عن هالدوكيمينت كنترول ان هو بيوزعها بياخد عليها الموافقات بيسلمها بيستلمها فده كل ده المينكور بتاع الشغلة بتاعتي وعبارة عن ده ده شيت سباكس ما انا ينسي طيب الكنتراكتر عبارة عن ايه اي دوكيمينت مش تكنيك يعني اي حاجة تانية مش تكنيك غير الليترز وغير التكنيكال زي مثلا ايه زي مثلا كامباني بولوس كامباني بولوس دي مثلا حاجة دوكيمينت احنا محتاجين احنا نعمل عليها بس مش احنا مش بنوزعها على بعض مش بنستلمها وبنجع نسلمها بس يا ترى احنا مقدر نعمل عليها كنترول ازاي كدوكيمينت كنترول ازاي بنقدر نعمل على كنترول دي طريقة من طرق كنترول تمام ايه كمان احنا بنقدر نعمل كنترول عن طريق ان احنا بنتأكد ان ده موجود عن دم لازم تتأكد ان دي هي يعني ما ينفعش ان هي تكون متعلقة على اي حيطة من حيطان المشروع عندك وهي مش مخطومة او هي مش ممضية او هي مش مش لازم تكون ممكن تكون ممكن تكون منها بس تكون مخطومة ان هي كنترول لازم تكون عليها الامضة بتاعة البي ام او الامضة بتاعة الديريكتر اللي هو بمفروض ان هو يمديها لازم اتأكد ان هي او ان هي نسخة طبقه الاصل من نسخة الوريجنال اللي عندي ما يفعش الناس تعمل نسخة ادراف توبقى حاضرة فانا كدوكيمت كنترول لازم اتأكد ان كل الكاربر الدوكيمينس عندي تكون اصلية تكون مخطومة ان هي مخطومة بختمة كنترول كابي تكون اوبديتت اكون انا قادر ان اعمل لها فمهم جدا ان انا اعمل ده لان دي اول حاجة بيبص عليها الراجل الاوديتور لما بيجي يعمل عليك لازم يتأكد ان الان الدوكيمينس اللي تبع لقها عندك في اي مكان في المشروع فيها كل الشروط دي فمهم جدا انت تبقى هارف تعمل لها فلأب لازم كمان يكون لها سجل اللي عندك انت متابع فيها الاصدرات بتاعتها وارد ان هي تكون اتغيرت مسلا لاي سبب الاسماتي استراتيجية مسلا او اي حدا من الحاجات دي ممكن تكون اتغيرت فانت لازم تبقى متابع التغيير بتاعها ده وعارف ايه اخر المفروض ان هو يتحط عندك وتكون محتفظ بالقديمة في فايل الموجود عندك لان ما ينفعش ان انت تبقى عندك اخر تلاتة مسلا وانت عندك زيرو واحد واثنين مش موجودين عندك او متعرفش عنهم حاجة او متعرفش ليه احنا محتفظين بتالتة بس فلازم يبقى كل الاصدارات الاديمة موجودة عندك محفوظة فايل بس ان انت حاطت عندك معلقة عندك على بحيطة في المشروع في مكان ظاهر في المشروع يكون متعلق عندك الاخر ومتبقى متأكد ان هي ممضية ان هي مخطومة ان هي مخطومة عليها كونترول كاربيرت داكيمينتز قلنا زي مثلا الستراتيجي زي كل كونتركت والاكريمنت اللي احنا بنمضيها دي كلها بتعتبر ان هي لانها مش يعني مش بتبقى تكنيكة اللي احنا بنتداولها احنا ممكن نتداولوها بس الناس بتاعة بتاعة الكنتركت بتتداول الكنتركت والاكريمنت والحاجة دي هي اللي بتتعامل فيها بس مش كل المشروع بيبدأ ان هو يتعامل فيها التكنيكة زي ما احنا بتعالمين ايه كمان ال ley التي احنا بتكلم عنها. نوع من انواع الشيطانة هي ايه هي طريقة الاتصال بتاعة المشروع? هل احنا بنتكلم. ان هيラتر بس او انほي هي الله اليها التي فقدت فيها الحاجات اللي هي بتبقى لازم في المشروع بيكون محدد طريقت اتصال. لو احنا تكنا فاكرين говорاننا فايزو ان انت لازم تحدد الكونحة اليميارات، ان انك لازم تحدد نقات الاتصال هتحصل 안돼 عن طريق مين الاتصال دي مين؟ لانRR آآ هيتصل به ازاي? الوقت ما يحب يطلبه هيتطلبه بانهي شكرا من الاشكال. هيبقى بيتصل به ليه? تمام? احنا قلنا لازم تعرف هتكلم مين امتى? علشان تبقى انت عاوز منهم. مهم جدا ان احنا بقى عارفين كمان الحاجات دي ضروري ان احنا بقى عارفينها. وضروري ان احنا بقى محددين من اول المشروع هو ايه? طريقة الاتصال السهلة. لان وارد ان انت تكون متغيرها من مشروع لمشروع. ممكن مسلا فيه مشروع مفوش انترنت فمش تقدر تخلي ممكن تبقى ممكن تبقى ممكن تبقى ممكن تبقى مثلا لأي طريقة. فانت لازم تحددها من الاول. فمن ضمن اللي هي مش تكنيكة وان هي مش تابعة هي الملاصلات اللي ما بين الجهات بتاعت المشروع. كمان عندنا الانترناشنال ستاندر. لازم طبعا بيبقى عندنا دايما حاجة بنسميها كود المصري للبناء او كود بصري انشاء. الاكواد دي مهمة جدا ان هي تبقى موجودة وتبقى معروفة عشان انت تبقى عارف انت تشتغل بانهو كود في المشروع ده. هل هنا بيطبقوا الفيدك هل بيطبقوا البي ام بي هل بيطبقوا الايزو. لازم يبقى في المشروع انك تبقى عارف انت بتطبق. فمن ضمن اللي هي برضو مش زائنا نفس الانواع اللي احنا تكلمنا فيها قبل كده. اللي هي البابليك اند انترناشنال ستاندر زي الايزو زي الفيدك زي كل الحاجات دي بتعتبر من ضمن الدوكيمينتس انواع الدوكيمينتس المختلفة. طيب التامبلتس. احنا دلوقتي بنتعامل في تامبلتس طول الوقت. يا ترى ايه الفرق ما بين الدوكيمينت والتامبلت? هيجي مع الفرق ما بين التامبلت والدوكيمينت. انا قيمت اقول ان الورقة اللي في ايدي البي بر اللي في ايدي دي تامبلت وقيمت اقول ان هي دوكيمينتس. الدوكيمينت كنتين ديتا بالزبط كده. بتكون جهزة من السيستم. مين بالزبط الفرمات التامبلتس بتساوي النموذج تمام? الخط. التعريف. التعريف بتاع التامبلتس ان هي عبارة عن دوكيمينت. تبقى لاما هي دوكيمينتس. مخطومة يعني او هي الكترونيك. بتبقى فيها ما فيهاش بتبقى جهزة اللي انت تتعامل فيها في المشروع الجهة. انا ليه بيبقى عندي تامبلت? بيبقى عندي تامبلت لسببين? اول حاجة ان انا اوفر الوقت بتاع ان انا كل مرة ايجي ابتدي فرم سكراتش. يعني لو انا كل مرة بيجي اكتب جواب. بعد اكتب التاريخ وباكتب الجواب ده رايح لمين? وجاي من مين? والشركة بتاعتي اسمها ايه? والمقاوي اللي انا شغال في اسمه ايه? والسوبشكت واحدة اعمل فورماتين لكل الكلام ده. كل ده هياخد معي وقت. انا كل يوم هقضي مسلا خمس دقيق من وقتي في ان انا بجهز. الجواب ده انا لسه ما بدأتش كمان في بتاع الجواب او ان انا هطلع الريفرنس بتاعي او ان انا حط. فده بيوفر وقت كبير جدا ان ان انت تشتغل عليه على المدى البعيد. طبعا انت بتاخد وقت طويل جدا في ان انت تحضر تامبلا تسليه في اول المشروع بس هي بتبقى اول مشروع وخصنا. انما في النسبة للداتا التانية بيبقى سهل عليك قوي ان انت تعرف ان انت تتعامل بها. انت تحط بس الداتا يبقى عندك هماكن بس تدخل فيها الداتا بتاعك. يعني انا مسلا مجرد ما بنبتدي مشروع تبقى تعتمد بقى شكل اللجات بتاعتك شكلها عامل ازاي? اه شكل الفورمز اللي انت هتتعامل بها. تماما اللي بيحدد الفورم دي الراجل الكونسلتنت هو اللي بيقول ان احنا هنشتغل بأني الفورم او الكلينت اللي هو عنده فورمز معينة بيتعامل فيها. فهو بيدي لك الفورم عشان تشتغل عليها الفورم بتقى فيها عبارة عن اماكن فاضية اللي انت تكتب فيها الداتا بتاعك. يبقى عندك ثابت عندك اسم المشروع ورقم المشروع والمقاول مين والاستشاري مين والكلينت مين. كل الداتا بتاعت المشروع نفسها. وبتبتدي بعد كده كل ما عليك ان انت تكتب الرفرنس بتاعك. الرفيجين اللي انت عتطلع بين الداكنس بتاعتك. بعدين التاريخ. وبتدي تكتب بقى والحاجات اللي هي التفاصيل اللي انت محتاجة ان انت تكتب. فكل ده يوفر عليك وقته. هتخليك ان انت تقدر تعمل ده بحاجة بسرعة وبطريقة صحيحة وبطريقة معتمدة. والنهاية بتبقى كلها نفس الشكل. ما تتعودش بقى انت مرة دي طلعت بنوعية الخط ده في غيرك. طلعه بخط تاني انت النهاردة ما لكش ماذاك فما لقيتش الخط ده اللي موجود فهو ده اللي هتفاعمل دي. اولا بيخلي شغلك جدا بيوفر عليك وقت جامد جدا. وبيخليك ان انت تشتغل بفعالية اكتر. طيب ايه انواع اللي احنا ممكن ناخد فيها. حد فاكر الشكل ده احنا اخدناها فين قبل كده. حد فاكر دي اخدناها فين قبل كده. او فاكر ده كان عبر عن ايه? حدش فاكر. وسائق المشروع. احنا كل اللي احنا ماخده وسائق المشروع الفايلي. كان اسمه ايه? لا. ماشي اسمه تده فايل. صفت قابل. لا خمس. لا ابر. ده لو تفتكروا ده كنا نتكلم عنه بيقول ان ده الفايلينج اندكس بتاعنا اي وابن الزبط. فايلينج اندكس. قلنا ان احنا بنكتب كل انواع الدوكيمت بتاعتنا في لاترز او في عبارة عن فولدرز كده. نحن ده هنزلها في فولدرز و سب فولدرز. علشان توفر علينا الوقت والما يكون بعد كده في تنظيم الفراد بتاعي. فاحنا كنت هم نتكلم ان الفايلز دي لازم تكون موجودة عندنا لازم فولدرز وعندنا متقسيمة على حسب الاسكوب بتاعي في المشروع اللي. انا ممكن يكون كلاينج فامش بدخل في قول التفاصيل الفنية دي. بس ممكن يكون انا كلاينج مثلا فبتعامل مثلا ايه في البروجرام. الحاجات دي موش رزوة كنت بتعامل في في الكلام ده كل. فانا ممكن ازبط الفورد بتاعتي على حسب ما انا عايز. طيب هنبتدي النهارده ناخد التمبلت اللي هي بنستعملها في البروجيكت بتاعنا بالتفصيل. طيب هنبتدي بس اشاهد لكم كده الشاشة بتاعتي. شايفين كده معي الشاشة دي؟ طيب اللي شايفي الشاشة دي بس يكتب لي واحد. تمام. ده كده الفايلين اندكس. طيب احنا كده قسمنا الفايلين اندكس بتاع التقسيم بتاعتنا زي ما احنا كنا شغالين. مرتانسي المحل اندكس قال Nokia سرحي why Rich Brittany من هو أخرىenn كثير因 المحلل من十وب تبيعات احمله في المحللannah بنت طه شيء من المحلل لدم keeping المحلل لك شغالا. rusty بناء الي لانهي المواحللي بالتع wasteين، آنها النهاي خوالonian المحلليل للمزرات موجودة في الحمون القناة للحبد الكثيرة unoبيعاش م MIL من من المحلال بوه كل حاجة من دول المفروض ان انا اكون محضر التامبلتس بتاعتي. التامبلتس بتاعتي بتبقى عبارة عن ايه? عبارة عن جواب انا بكتب فيه كل التفاصيل بتاعتي. انا قلنا هنا ده كان اللي احنا اول حاجة كنا واخدينها دي. ده كان السيريال نمبر بتاع السيريال نمبر كان اسمه ايه? الريفرنس بتاع اللاترز اللي احنا بنطلعه. قلنا اول حاجة نكتب البروجيكت ريفرنس من مين لمين. السيريال سيكونس بتاعنا وبعدين السبشكت. هنا مفروض ان احنا ليه مكتبناش ريفيجن. مفروض ان احنا ليه مكتبناش ريفيجن. كده شانالة? الزبط كده جاوبت مانهاش اصدار هي الريفيجن. بس بتبقى على الدوكينس. طيب. انا هنا بحدد بقى مسلا بكتب ايه? انا هنا بحدد اللاترز بتاعتي. بقول ان اللاترز بتاعي والله انا لما عندي عندي نوعين من اللاترز. نوع بتاع العربي. والاترز تانية بتاع الانجلس. تمام? بحدد بحاوي ان انا اكتب بقى الصيوة بتاعتي. شكلها عامل زي. من شكلها عامل ازاي علشان يبقى سهل علي ان انا اكتب الليترس بتاعتنا. مايشونش هايفة عمريكم الليترس دي? خلينا نتكلم في بقية الدكومنس تاعة. طيب احنا وقلنا هنا كونتر الدكومنس مسلا عندنا هنا بيبقى فيه تفاصيل كتير بقى هنا من الدكومنس بتاعتنا. فابتدي اعمل لها تامبلت. هنا مسلا بالنسبة للحاجات الخاصة بالعقود. هتلاقي مسلا عندنا هنا الاجريمنت مسلا او الليتر اف اكسبتنس. كل ما يخص الجوابات الاندر تاكنيس افتفقت كل ما يخص الليترس اللي خاصة بالكونتراكت. اعمل لها تامبلت وحاول ان انا اشيلها في الفولدر بتاعها اللي حين ما انا اجا استخدمها. علشان ابتدي ان انا اديها السيكونس بتاعها وبعدين احطها في مكان. تمام? نيجي بقى للحاجات التاكني كان علشان يبقى سهل علينا اللي احنا نتعامل فيها. نيجي هنا مسلا لايه? قلنا هنا ان الفورمز هنا بتاعتنا تبقى كلها عبارة عن وكمان هنا مش مسؤول ان هو يتعامل بالبرامج دي. انت دائما تبقى مسؤول عن ان انت بتتعامل بها. فهنا بالنسبة للبروغرامز هنا مش هتلاقي فيها عندنا فورد. بالنسبة للمانسوف ميتنج احنا لازم يبقى عندنا المانسوف ميتنج تبقى انت مجهزها بالمنظر. يبقى عندك مكتوب مين اللي حاضر معاك الميتنج ده. النسخ اللي هتروح دي هتتبقى لمين الديت. وبعد كده التمبلت بتاعت المانسوف ميتنج نفسها. هل انا هنا بتاع البوينت اللي انا اتكلمتي فيها. وبعد كده هنا الايتم اللي حصل عليها وبعدين الاكشن ده مطلوب من مين مين اللي المفروض هيعمل الاكشن ده. والاخر مين العمل المانس دي والسيجنيتشار بتاعه وبعدين الديت اللي طلع في المانس. تمام? الحاجات المهمة برضو ان انا يبقى عندي ان انا لما بحضر ميتنج ان انا يكون عندي يكون عندي شيط كده مسؤول ان هو كل الناس الموجودة ان هي تكتب في الشيط ده هي مين اللي حاضر تكتب اسمه والسيجنيتشار بتاعه والشركة بتاعها. في ناس كمان بتزود هنا الايميل بتاعه او رقم موبايل ولا هما حابين هما يوصلوا ليه في حاجة. فمهم ان الفورمال دي والتمبلت دي بتبقى جاهزة عندي من الاول المشروع علشان ما تتغيرش وبالتالي ما اقترش ان انا اجي ارجعها في يوم الايام او حد يتعامل بتامبلت ستاني. طيب برضو هنا التامبلتس بتاعت البامنت بتاعت الاي بي سي والاي بي ايه اللي انا بتعامل فيهم برضو مهم ان هي تكون جاهزة. انا هميني ان انا اوريكو التامبلتس بتاعت التكنيكا عشان ديدي اكتر حاجة احنا ميتعامل فيها. فيه كمان عندنا هنا ده ايه ده الريبورت. يديدي الريبورت مثلا. يدي الريبورت مثلا التامبلت بتاعك. مهم جدا ان هي تبقى عندي جاهزة من الاول علشان اشتغل عليها. انت كل ما عليك هنا ان انت بتدخل تكتب اسامل بتاعك اللي موجود هنا. طبعا هنا من اول مرة انت تكتب البروجيك نمبر بتاعك. ومين اسم المالك واسم الماء والكونسلطان بتاعك. وبعدين الريفرنس بتاعك والشيت ده. رقمه كام ده كام على كام. لان انت بتقدم كام شيت في الريبورت ده. وبعدين تكتب عندك بتاعتك. وبعدين تكتب الماتيريالز اللي انت هتدخل فيها. وتحدد عندك الجو بالعمل النهاردة ازاي. هل هو مشمس ولا فيه سحاب ولا دنيا عطمطر ولا فيه تروب ولا ايه بالزبط. وبعدين تكتب بتاعت الشغل بتاعك. تفضل بعد كده هنا بتمضي هنا بعدين. في الاخر ان هو ده المفيد من اللي عمل ده. اللي اسمه والاندة بتاعته. في الاخر مين لو حد عنده اي نوتس بيكتبها هنا. او لو مين اللي بعت الريبورت تابعت كده. فمهم جدا ان التامبليتس دي تبقى جاهزة زي ما قلنا. طيب نرجع تاني وشوف التامبليتس بتاعت. هنا قلنا بدايما الجزء ده ما بيتغيرش عندنا في اي مشروع او في اي حاجة. لان انت هنا محتاج ان انت تكتب. الانجينير. الجزء ده كده بيفضل عندك سابق. الجزء ده انت بتريد تشتغل عليها. وبعدين. احنا بنبقى محتاجين منها ان احنا نبعد. تعتمد من الاستشاري علشان يبتدي اشتغل عليها. دي بنقابلها في اكتر من نوع دروين. بنقابلها في شوف دروين ونقابلها في الاسبت. الاثنين نفس الفور. بس بتفرق ان انت داتا اللي انت بتكتبها فيها. فاولا في ازا كانت شوف دروين. انت اول حاجة بتكتب هنا اسم الشوف دروين. او الموضوع اللي انت عاوز تسلم به لواحدة طاقتها. بعدين بيتيجي تكتب هنا الريفرنس. الاريا بتاعك علشان تقول ان الوزء اللي انت بتنفسه ده. هتنفزه فين بالزبط في المشروع. ثالث حاجة بتكتب هنا ادروينج ريفرنس. بتكتب هنا ادروينج ريفرنس اللي بيكتبوه هنا. ادروينج ريفرنس اللي بتكتب في الشوف دروينج. بالزبط كده رسوم الديزاين. الديزاين ريفرنس اللي هو استعمله. اللي هي اللوحة الاصلية. اللي الديزاينر الدهانو هو بيبتدي ان هو يطبقها على المشروع. بيبتدي ان هو يطلع عليها اللوح بتاعه. فهنا اول حاجة بيكتب هنا الديزاين جدروينج ريفرنس اللي هو استعمله في إنشاء الشوف دروينج ده. تمام ؟ يجي بعد كده هنا يكتب الـ item reference الـ reference بتاعه و بتاع اللوح اللي هو مقدمها بتاع the shop drawing بعدين revision بتاع the drawing D وبعدين date عدد النسخ اللي هو مطلعها واخر حاجة description اسم اللوحة او title بتاع اللوحة بعدين بيحدد هنا ها هو محتاج ان هو يبعت the drawing D هل هي مابوته information for approval for checking for review and document ايه هو بالزبط المطلوب منه ومن اللوح اللي هو هيبعتها بعدين لازم تكون ممضية بقمدة مدير المشروع مكتوب اسمه مدير المشروع ممضية بقمدته علشان يبقى سهل عليه ان هو يقدر يتعامل معي يا جماعة الشاشة الشاشة شغالة معاك ولا مش شايفينها تمام شغال طيب معلش اللي مش شغال يقفل يقفل البرنامي ويرجع يفتح طيب هنيجي بعد كده نتكلم الجزء اللي فوق ده كله اللي بيملاها كل الـ contract هو مسؤول عن الجزئية دي اللي بيملاها لحد الامضة بتاع المدير المشروع يجي بعد كده الاستشاري بعد ما نخلص اندوته بيختار له اي اكشن من الاكشن اللي هو يتعامل بيها اذا كتابروف تابروف از نوتد وارجب بعدين يكتبوا الـ comments بتاعته هنا زي لو فاكرين ان احنا تكلمنا قبل كده لما كنا متكلم عن الـ وانا قلنا ان مسؤولية هو بيستلم السابميت اللي اول مرة ان هو يراجع 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 هنا وبعدين يراجع ان محطوط هنا مزموطة ويراجع الـ ان هو موجود وبعدين يتأكد ان كل الحاجات الموجودة هنا على نفسها علشان محطوطة بالشكل صحيح وموجودة ويتأكد كمان ان المطلوب من اللوحة ده ان هو مختار حاجة من الاختيارة دي عشان يتأكد ان هو محتاج ايه بالزبط في سابميتل اللي هو بعضه ده ونزم برضو يتأكد من ان هي موجودة ومن اسم مدير المشوين هو موجود واخر حاجة ان لازم يتشرك عليها ان هي مقرية وان هي واضحة وان هي تكون محطوطة عليها الختمة بتاع ختم المقاول علشان نتأكد. ده كده الجزئية الاولى بتاعة الكواتي تشك اللي احنا بنعملها لما بنتم نسترم السابميتل لأول مرة بعدما السابميتل بيدخل للانجينير عندنا ويبتد ان هو يطلع لي بالكومنتات ابتدي ان انا اتشكد خلاص الجزء اللي فوق ده احنا مش هتشك عليه في اي حاجة تاني ابتدي يتشك على الجزء اللي بتحته مهمتي هنا ان انا اطلو ان انا اتأكد ان المهندس اخد اكشن من ال اكشن انا ما يهميش هو مختار ايه بس يهمني ان تكون الكودز اللي هو مختارة هنا تكون رفلكتد في الكلام الموجودة بعدين ان هو يكون كاتب الانجينير بتاعته هنا تانين بطريقة واضحة ويقدر اي حد يعرف يده ولو فيه اتشك هو بيريفير ليه هنا اتأكد ان المهندسين كتير بيكتبوا ان مثلا اتشك بيحط مثلا ليه اوت على cd بيقولك اتشت cd وانت تيجي تتشك على اللي هو هتلاقي معاش cd فانت بتتشك على هنا ان كل الكنتنت بتاع الكملس بتاعته ده موجود وكامل ومفوش اي مشاكل بعدين بتتأكد ان المدير المشروع مواطي هنا وحطت التاريخه من الدنيا كده تمام بالنسبة كده تمام طيب ده كده بالنسبة لو انا بستعمل على طب لو انا بستعمل الفورم دي للأسبر تفتكروا اين هيبقى مختلف لما ايجي قدم اسبلت بنفس الفورم دي اين هيكون مختلف في الفورم دي ريفيجن سبجكت ما انت هتكتب ريفيجن والسبجكت بتاعت بتاعت الاكواد الاكواد اين هيبقى مختلف في الاكواد ايوه بالزبط ايوه بالزبط ان البي مش موجود في الاسبلت انا بالنسبة لي عندي الاسبلت عندي تالت اكواد فقط افروفت ريفيجن دي جي سبمات ورجقت البي مش موجودة افروفة زنوطت مش موجودة لان لاما الرسمة بتاع بطي صح والرفلكت الواقع لاما مش صح الموضوع والتاريخ تمام ايه تاني ايه تاني هيتغير في الفورم دي عن الفورم بتاع في الشبكوون او اقبى او او ايه ايه تاني همن interpretations losdrawing references النا بكتبها هنا تقيه عبارة عن lawing references الしょب tooth drawing اللي انا خطاها فانا كdocument control لما باجه استلم بتشيك اول حاجة على reference number على date reference number and revision وعلى date وعلى description ده انه هو ده فعلا مطابق للوح دي وبتأكد ان shop drawing اللي هو هتطهالي في revision هنا او في reference هنا هي shop drawing صحيحة ومتوافق عليها قبل كده. بتقدمتلي قبل كده في shop drawing واخدت وانا دلوقتي هو بيسلم عليها ازبط. لان والد ان هو اسلم لك هنا حاجة مثلا تكون او تكون متقدمتش اصلا shop drawing وانت عدت لها اسبلت ازا وهي ملعا shop drawing. فلازم تيمشي بالطريق السيكونس الصحيح بتاعها. لازم اتأكد ان ال drawing reference هنا مضبوطة وهي فعلا بترفير لshop drawing صحيح. shop drawing انا استلمته قبلت كده. shop drawing approved ودي اهم حاجة احنا بنكتب. عشان كده احنا دايما بنطلب من المقاول انه هو لاما يرفق بتاع 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 shop drawing او انه هو at least يكتب هنا الرقم بتاعه والrevision بتاعه صحيح عشان اقدر ارفلكت ال drawing دي واتأكد to make sure ان ال drawing دي صحيح. طيب ايه كمان هنا تاني برجع راجع وبراجع برضو هنا نفس القصة بتاعة اللوح. revision date. القبز بتاعتي هل هي كم عددها قد ايه هل هي مطابقة للعقد ولا لا. بعدين description وبعدين السبب لل submission. ورجع برضو التواريخ وابتدي بعد كده لما تطلع من عندي خلاص بتاعها او تطلع ال action بتاعها. هبتدي اراجع الكود بتاعها وابتدي اراجع ال comments بتاعي. تمام? احنا كده خلصنا الجزء بتاع draw. ايه كمان مني نسأل عليه هنا او بنتبص عليه هنا داني? site instruction. الفورم بتاعة site instruction بتبقى عبارة عن فورم بيطلعها المقاول بيطلعها الاستشاري علشان يستلمها المقاول عزبير اللي هو الديه. فالفورم دي بتبقى عبارة ان فيه فورم حد بيجهزها هو دخل شايف ان فيه والطة في المشروع شايف ان عنده مشكلة في المشروع فهو بيديله او شايف ان فيه حاجة مش مطابقة فهو بيديله ده اول حاجة بتاع بتاعنا. اول حاجة بتكتب هنا تاريخ بتاعه. سبجكت بتاعه هو ايشوت باي مين من اللي عمل له ايشونز وبعد كده ايه ان دايما الى 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 لازم يقفل بورك ما ينفعش ينزل يقوله ان انا خلص عملت لك الحاجة دي لطلس هي كده تقفل. ما ينفعش يكتب له على الفورم نفسها ويدهيه له لان الفورم تاعة ما فهاش مكان يمضي فيها يكتب فيها او يقفل بيها الراجل بتاع الكونتراكتر. تمام? فضروري ان هو يرد عليه بإيه؟ بإنسبكشن بأي حاجة تانية عشان يقفل الدكتونس دي. فهو هنا بيقولك ان الحاجة دي تقفلت ولازم ضروري ان هو يقوله تقفلت باي ايه؟ لازم يكتب له ان هي الحاجة ساعة انستروكشن لا طلعته ده انا قفلته زيه. تمام? فده كده اللوجه بتاعه ييجي هنا بقى بعد كده على ساعة انستروكشن نفسها. دي كده ساعة انستروكشن اللي عندنا هنا. بتبقى مباين فيها او بيبقى مطلوب منها ايه؟ مطلوب منها ان هي تكون فيها بتاع ساعة انستروكشن الدي. دي ما بقودها بتاعها ايه؟ ما بقودها اللي ما بقود فيها. وبيكتب بعد كده كل التفاصيل بتاع الساعة واخيرا بيبقى عندنا ان هي مين اللي كاتب بساعة استروكشن دي ومين اللي استرابها. ضروري جدا ان هو يكتب مين استرابها علشان يبتدي ان هو يشتغل عليه. تمام؟ نيكي تاني حاجة تانية ان هو لازم برضو تكون ممضي عليها من مدير المشروع. بالنسبة الى رقوست فور انفرميشن. دي كتش ايه فينسا؟ هنا برضو قلنا برضو نفس الفورم اللي فوق دي بتبضل موهودة زي ما هي احنا مش بنغير فيها اي حاجة. نبتدي هنا نتكلم بس على رقوست نومبر. دا اللي احنا بيبتدي نحط فيه رقوست نومبر. وتزايم بوكسنا وتزايم، وبعد كده هنا اسم الفورم بتاعتنا وبعدين بنتدي هنا نحط بتاع بتاع니다. هل انا محتاج ايه؟ انا محتاج ان انا في ايفぁ في الدزاين مش مفهوم او انا محتاج ان انا اعمل ايه؟ او ايه اللي انا بسهل عليه او ايه الاقتراه اللي انا بقدمه بدرون بتاعتي. فهو بيكتب هنا كل deliberate المطلوب اللي هو عم محتاج ب. بعد كدا ليمضي وبي مضي وبيكتب اسم المدير المشروب. بيجي مدير وبيجي بعد كده المهندس الاستشاري بيكتب بتاعه هنا وبيمضي عليه خط بتاعه وبعد كده بيخط. تمام? دي كده الفورم دي كده تمام. الرفرنس والرفيجن بيتكت وفوق هنا في. يعني احنا دايما عندنا هنا بنجمع فيه الاتنين علشان يبقى عندنا الموضوع صحي. لو حركة بتتكلم عن الرفرنس اللي هو بيتتبعه هنا هو مفروض انه فعلا هنا بيكتب هو بيسأل عليك. او اي هو بيستخدمه او بيسأل عليك. دي بالنسبة للفورم دي كده ايه عندنا ماتيريال سب ميتل. ايه دي كده ماتيريال سب ميتل نفس القصة برضو. هنا برضو بنكتب الريكوست نومبر والرفيجن بتاعه وبعد كده ببتدي املك البيانات بتاعتي. يجي على الماتيريال اه فور ابروفل سب متل فور ابروفل او اللي احنا بنسميه بنيكتب اول حاجة deanب stumbled. ايه نوع الى اللي انا محتاج لها ان هي who is ot ii. نوع الي ال Hoy material دي ايه بال날 بحط هنا نوع المادي ال بتاعتي بكتب كل بتاعه بالكامل. وهيفضل دايما في ماتيريال سب متل ان انا لما يجي قدمها ان انا بقدم ايتم واحد بس. ما ينفعش لانا قدم اكتر من ايتم. لان اكتر من ايتم هيوقف لي الاعتماد بتاعي. لان انا بالنسبة هي لو عندي اكتر من ايتم انا بعته ان الاعتماد ممكن فيها جدا اعتمد وفي حالات ما تعتمدش. فبالتالي لما يجي هو يوقف لي الحاجة هيديني الكود مش هبقى عارف الكود بتاع انه ايتم. فيستحسن ان احنا هنا ان احنا نحط ايتم واحد بس. بعد كده هنا بنتكلم على الارية وابليكيشن وبعد كده بنتكلمنا هنا قلنا ضروري جدا ان الموجود يوقف بيقلو موجودة عندنا. علشان يبقى سهل ان احنا نبتراجل حاجات دي فيها بعد في المتريال ديفر تو سايت متبقاش بالنسبة لنا صعبة. كمان مهم ان هو يكتب في الفورم دي الكمباني اسم الشركة اللي هو المفروض السابلاير كل بيانات السابلاير. اسم الشركة وانوانها ولو هي ليها هنا موارد موارد داخلي او لوكال اجنت هنا لازم برضو يرفير لي. من ضمن الحاجات برضو اللي مهم جدا ان هو يرفير ليها في ان هو يكتب بلد المنشأ بتاعتها ايه وكل بياناتها هل هي لوكال هل هي بتتصنع هنا في مصر ولا هي بتتستورد من مكان تاني. وكمان لازم هنا يرفير للفترة اللي هو هيبعد فيها الحاجات دي. الحاجة دي لو متوفرة امتا في المشروع? وان هو الماتيريال دي هتمفروض ان هي تبقى مطلوبة امتا في المشروع? يعني حسن البتاعه لازم يراجع البرانينج علشان يتأكد ان هو الحاجة دي مفروض امتا تكون متوفرة في المشروع دي. واخر حاجة هنا وبعدين الاكشن زي ما احنا طلطنا. الماتيريال سبميتر هنا بيبقى عندنا حاجات مختلفة شوية. اول حاجة بيبقى عندنا الاكشن كولز اللي عادية اللي احنا عارفينها. ابروف دول ابروف از نوت دول رفايز ان تري سبميت ورجاكت. وبعد كده بيبقى عندنا من تانية احنا بيبقى محتاجينها. ممكن مسلا يكون هنا طالب فيكتب هنا لازم يكون معلم على حاجة من الاربعة دول. بعدين يرجع يعلم على حاجة تانية كمان من ضمن التانية. يعني هو محتاج زيادة مثلا. هو ممكن يكون مقدم له بس من غرسنا في سامبل. فهنا بيقول ان هو محتاج. او ان الماتيريال دي بتبقى محتاج ان هي تعملها تست. انا برضو بيريفير ان انا برضو الماتيريال دي محتاج ان انا انا برضو بيختار ده. او ان هو محتاج بتاعة بتاعة الماتيريال دي او المنتج ده. محتاج ان هو يشوف بتاعته وعمل ازاي. فهو يعليه ان هو يختار واحد من المتعرف عليها. ممكن يختار اي حاجة من دول مع اللي فوق. تمام? ده كده بالنسبة. معلش انا بتكلم بسرعة علشان احنا عاوزين نرحق نخلص النهارده اكبر كم لان احنا الجزء بتاعنا ده النهارده بس اللي هنخلصه ان شاء الله. عاوزيني نخلص اكبر كم منه. طيب نيجي بعد كده نتكلم عن ايه في بعد الماتيريال عن الشوب دروينج. احنا خلصنا اشناها في نيجي بعد كده ننبص على الانسبكشن. هنا اهو ايه الانسبكشن. احنا بنتكلم عن الريكوست فور انسبكشن. الريكوست فور انسبكشن بيطلع او بيطلع ايه اكوردينج ايه اكوردينج نفسه. تمام? فقلنا هنا الريكوست نومبر والريفيجن والديت. ده الحاجات اللي احنا بنتجي نغير فيها يعني نيجي بعد كده هنا. اول حاجة بيتكلم ازا عالتايت فاحنا بنتكلم عالتايت بتاع الريكوست بتاع الريكوست بتاع بتاع البلدنج. بعد كده لازم احدد هنا الانسبكشن تايم ان دي. ان المفروض الطبيعي ان الانسبكشن بتطلع بقى قبل ما الشغل يتسلم. يعني انت المفروض هتنزع الانسبكشن. كمان ساعتين او بكرة مثلا فانت مفروض تسلم للمهندس الريكوستات بتاعته نهارده عشان يبتدي جاهز وقته على السنة هو يروح. فهنا لازم ضروري ان يتكتب الانسبكشن تايم عند ديت علشان يبتدي يرتب بتاعه عليه. بعد لازم تحدد اللوكيشن بتاع الجزئية اللي انت عاوز تسلمها. هل هي تحدد البلدنج تحدد الدور تحدد لو في الامنس لو في زون. تبقى انت محدد كل الحاجة بتاعتها دي علشان تقدر ان هو يطلع لك المكان المحدد بتاع الانسبكشن. بعد كده لازم لازم تحدد الانسبكشن ده طالع اول مرة ولا اول مرة ولا تاني مرة ولا ثلاث مرة. عشان برضو ييطبقى عارف. وتبتدي بعد كده هنا تكتب الوباص في انسبكشن لان هو ده بتاع اي إquote ده بتاع اي عاو بتطالع اي؟ هل طالع مثلا لو او Education. لازم تحدد لان ورد ان الانسبكشن ده يبقى طالع لامن فلازم يبقى عارف ان هو مين اللي هيطلع عليه وهيطلع هيعمل ايه بالظبط. وهنا اخيرا بنكتب هنا بتاعت الانسبيكشن بتاعه بالتفصيل علشان يبقى واضح ان هو بتاع ايه. وبعد كده اتكلمنا هنا عن عن اسم مدير المشروع والامضاء بتاعته. وده اخر حاجة الانسبيكشن ريبورت اللي هو بيبتدي اكتب فيه كل الكملس بتاعت الانجينيري. واضي الاكواد اللي احنا متعرف عليه. تمام? ده كده الانسبيكشن ريكوست. في ريكوست تاني احنا برضو بيطلع علينا بس الانسبيكشن فور ماتيريال دريفر تو سايت. اللي هو ده. تمام? الانسبيكشن متريا بتطلع اكوردينج الماتيريال ساب متل. عشان كده احنا قلنا لازم الماتيريال ساب متل يكون موجودة فيها البي او كو طروري جدا ويكون مكتوب فيها بالتفصيل هي اغاني البي او كو والاسبكشن. هنا الاسبكشن احنا مش بنستعملها بس هنا بنستعمل البي او كو علشان لما تيجي الماتيريال بتدخل عندي المشروع لازم اتأكد ان الماتيريال ساب متل نفسها اكروف. زي ما انا برايجع الانسبيكشن ان الدروينج الموجودة فيه بتبقى عبارة عن متوافق عليها واخدة ابروف. انا برضو هنا لازم اتاكد ان المتاكد بتكون الوقت. خلاص. يجي بعد كده هنا نكتب. لازم يكون المطابق للتوضع في المتاكد. جزء ده كله كده متاخد. يجي بعد كده المتاكد. هنا لازم يكتب لك المتاكد الريفرنس اللي توافق عليها ويازم يقول لك هي متوافق عليها امتى علشان انت يبقى سهل عليك ان انت تتراكي الدكومنس دي وتعرف تجيبها وتتشاكن هي فعلا متوافق عليها. في دايما كتير ومحاطين التاتشمنت الكوفر ده نفسه عشان يسهل عليك انت ان انت طاعد تدور. مطاعدش تدور كتير. ان هو اكيد هو مطلع الماكيري فهو عارفي ووصلها بسهولة. ما يخليكش انت طاعد تدور ولا فلوجات ولا موجودة عنها. بعد كده هنا لازم تبقى برضو مطابعة اللي موجودة في الماترية الساب متر. والكوانتتيز ضروري جدا ان هو يبقى كاتب الكميات اللي هو دخلها المشروع. لو هي لو هي كميات كبيرة وانت مش هيقدر ان هو يكتب تفصيل بتاعها هنا. لازم ياتتش ورقة فيها كل كميات ينزل يكتب لك هنا علشان يبقى ديه مطابقة للكميات اللي انت بقى ان هو هينزل يستلمها تحت. انت مهيمكش كميات ديه لانت مش انت كاداكم الكنترول مش انت اللي بتراجع عليها المهندس المسؤول هو اللي بيتشاك عليها هو اللي بيراجع. بعدين بيكتب هنا بيانات المورد بقى في كل حاجة الاسم المورد والموديل والحاجة دي جاية جاية هنا متصنعه في مصر ولا لا امتا داخل السايت امتا? لازم بتاع تاريخ دخول السايت هنا يكون نفس الديد الموجود على اذن استلام المخزن. لان ما ينفعش يكون هو جابها رماها برسايت يومين انت لايك مثلا فيه ماتيريال زيكسير بجموز او بيحصل لها وبعد كده بيرجع يدخلها الستورج جدا. فانت لازم تتاكد ان الديد اللي داخل فيها هو نفس الديد بتاع اذن استلام المخزن. تمام? بعد كده لازم هنا يكتب لك بتاعها متخزنة فين? هل من هي متخزنة في ادوار مثلا? او متخزنة في المخزن نفسه? ودي الامداءات خلاص تمام? اه في بعد كده شوية اسئلة هنا بيتسائل عليها المهندس وهو نازل يعمل تشك على الماتيريال. اول حاجة بيتاكد ان هي مش دعملش. ان هي ما حصلهاش اي تلف في الفترة اللي هيها كانت في التخزين بتاعتها. داني حاجة بيتكلم هل هي قود التفاصيل اللي هي كانت مكتوبة على الماتيريال دي فعلا صحيحة ولا مش صحيحة? وبعدين بيتاكد ان الماتيريال نفسها ان ده متوافق عليه ولا مش متوافق عليه. واخر حاجة هنا بيقول ان هل هي بتبقى هل فيها اكسيسوري او فيها قطع غيور مسلا موجودة ولا ما فيها بش. بعدين هنا بيتكلم عن التفاصيل بيكتب بتاعه التفاصيل. بعدين اخر حاجة هنا بيكتب ازا كانت مطابقة او غير مطابقة. هنا بقى ما عنديش الاكوات بتاعت. لان هنا انا ما عنديش اي كريتيريا للموافقة غير ان هي. لان هي مطابقة للمواصفات وانا هستلمها وتماما هتدخل المشروع. اول هي مش مطابقة للمواصفات وعتطلع بره ودي مش هستعملها ومش هتعامل بها في المشروع. تمام? في بقى عنده هنا لو عنده اي مش اي اي قوملس زيادة عاوز يضفها بيضفها بقى هنا تمام? وبيمضي وبيكتب التاريخ بتاعه. ده كده بالنسبة للماتيريال دريفر تو سايت. تمام? شوف ايه تاني كده بقى لنا. خلاص احنا قلنا الاسبلت خلاص احنا معتمدين عليه زيه زي الشوب جوين. فيه بعد كده نتكلم عن Transmitter of Document بنبتدي برضو اول حاجة في اسم الفورم. دي حاجة مهمة جدا انت تبقى حاطة اسم الفورم في مكان ظاهر عشان تبقى عارف الفورم دي بتتكلم عن ايه. مهمة جدا برضو ان انت وانت بتكتب الريكوست نمبر او الريفرنس نمبر بتاعك ان هو يبقى معبر عن الحاجة اللي انت بتكتبه. يعني يبقى انت باول ما تشوف ان تفهم من ده دي. ضروري انت تبقى كاتبها بالمصطلحات او بالاختصارات اللي احنا متعرف عليها علشان تبقى سهلة عليك في بعد كده. تيجي هنا بعد كده اول حاجة هنا مهمة في Transmitter of Document انت ان انت تكتب نوع الدكوينس انت مقدمها دي. هل هي داتا شيد? هل هي هل هي تاست? هل هي حاجة اي نوع من انواع الدكوينس دي? ضروري جدا ان انت تفهم وتبقى عارف انت دي مقدمها عبارة عني. تمام? بعد كده لو عندك اكتر من ايتم في الدكوينس هنا بتكتب الايتم بتاعها وبتكتب بتاعها واضح علشان الناس تقدر تعمل لها وانت نفسك تقدر تعمل عشان ما تضطرش انت تدخل في بتاعت الاتتشمنت. يبقى بالنسبة لك سهل ان انت تبص في بتاعك وتعرف انت كنت باعت الكنتنت بتاع الحاجة بتاعتك. بعد كده لو انت مقدم الحاجة دي الريفرنس او لو انت فيها اي او اي حاجة انت محتاجة من انت توضع. واخيرا السبب بتاع اللي هو الانفورميشن. هل انت باعتها بس زي الريبوتات مسلا اللي احنا بنبعتها انت مش مستاني عليها مش مستاني عليها اي بس انت بتبقى بعيدها عشان الناس تبقى عارفة ان الريبوتس بتاعتك طلعف معادها وانيها تمام مزبوطة. ثاني حاجة بتبقى بتبعتها لو انت محتاجة عليها موافقة. تمام? او ان انت باعتها الريفيو ان هو هيبص عليها وهيبعتها لك او اي حاجة ثانية انت بتبقى له ان هي اضرس. هنا برضو كذلك الكومنتات هنا نفس الكومنتات بتاعت التكنيكال بس بيفرق عليها ان احنا هنا عندنا اضر. زي ما انا عندي اضر هنا في سبب السبميشن فانا عندي اضرس برضو في الكود لما انا بيبقى مش مناسب لي الكود ده او انا مش عارف مش محتاج ان انا يعني مسلا ممكن تكون انت مسلا عاوزي دي مارك مسلا على بس انت هو مش هو مش مش اكشن كود هو انت مش مرفوض مسلا ولا حجين بس انت عندك مثلا حاجة على مسلا.пер studied. الله محتاج ان انت ت Carnegie scheduled. وهو في حاجة مش عجماء او هو مش محتاجه �acă تبعته تاني. سيهم محتاج ان هو يكتب ليبيت. حاجة تاخد فيها بالك فيها تتستيخذه بالك منه. المرة الجاية تمام? فدى جده تكون كل الكومنتات بتاعيتنا بتبقى مكتوبة هنا وبعدين هنا كده الاكواد موجودة عندنا. هو ده الترانسميتر نيجي بعد كده هنبصر ايه فورم تاني اللي بقينا. باول حاجة بيبتدي في الكمباني مين. دي هبارة عن فورم بتوقع انت محتاج ان انت تعتمد مقاول بطن شغال معك. انت عندك سكوب بتاعك كبير محتاج ان انت تعتمد جزء من ده تخلي حد تاني يجي اشتغلك ده. ممكن تكون لأي سبب ممكن تكون ان هو حاجة متخصصة جدا انت ما راكش على القبيل. ممكن مسلا تكون حاجة مسلا زي مسلا توريد شغل مسلا بتاع الشالر مسلا او الحاجات دي بيجيب شركة متخصصة في الحاجات دي هي اللي بتشتغل عليها بالطريقة دي. فانت ممكن جزء من بتاعك ده. لحد تاني نفس بتاعك ممكن يكون مختلف في عامل سكوب دي. فبالتاني انت لازم تكتب اسم الشركة بتاعته. بعد كده تكتب هو شغال في ايه. ايه نوع السكوب بتاعه هو شغال في ايه. تكتب كل التفاصيل بتاعته. السجل التجاري والبطاقة الدريبية. والسابقة الاعمال والقائم المالية بتاعته. كل الحاجات بتاعته وكل ما يخصه من معلومات. لازم تحطها عندك هنا في وتعمل لها وتبعت. وضروري جدا انت بتعمل لها ان انت تقول انت باعت ايه من الحاجات دي علشان يبقى سهل عليك ان انت تتراك حاجة دي تبعته ولا تبعته. تمام? نيجي للسكشن التاني. بتتكلم ان هو الجزئية اللي هو هيخدها منك في الشغال. تكتب بتاعتها وهي دي هتبقى في عبارة عن كل ما يخصها ماديا يعني او او عن طريق الفينانشل. فدي كده التفاصيل انت محتاجة. دي بقى مفاشعة كبير. دي لأيما الراجل ده متوفق عليه وهيشتغل معاك. لأيما الراجل ده هيتكتب عنه وحتاج ان ان انت تيجيب الطلبات بتاعت المهندس اللي هو محتاج ان ان ده تزود له البيانات بتاعه. فدي مفاش كبير دي لأيما انت هيشتغل معاك لأيما مش هيشتغل معاك. دي بقى منهاش علاقه بالاقراك. تمام? اي تاني عندنا ناقص لنظر. الاكسنت ريبورت. دي برضو من ضمن الفونس اللي احنا بنبقى محتاجين انها تبقى موجودة عندنا في الشركة علشان يبقى سهل ان احنا نتعامل فيها لقدر انه حصل اي حادث او حصل اي مشكلة يبقى عندنا سهل ان احنا نتعامل بيها. اولي اكسلت ريبورت لازم يطلع في خلال 24 ساعة من الاكسلت اللي حصلت. ممكن تكون مسلا حصل لها دمج. حادثة عربية مسلا موجودة في المشروع. جزء من مبنى نهار. حد تعور. اي حاجة من الحاجات دي لازم يطلع لها ريبورت ده عشان يبقى للمشكلة اللي حصلت. تلاقي هنا دايما يكاتب ان المفروض ان البتاع ده يطلع في خلال 24 ساعة. مش اكثر من 24 ساعة والليبورت يكون جاهز ان هو يتبعت للاستشاريه عشان يكيد ياخد الاكشن فيه. اول حاجة بتكتب هنا البروجيكت تايتل وبعد كده اسم الكنتراكتر. وبعد كده البروجيكت نمبر والاكسلت ريبورت نمبر. تمام? تدخل بعد كده تبتدي ان انت تقول توصف الاكسلت لحصلت لكي. هل هي حاجة عبقى بيها. هل حد تعور. هل مسلا هل هي حاجة اوتوماتيك وبوزت. هل مسلا تسمي الجردو حاجة. اي حاجة من الحاجات. ده انت توصف وتكتب بتاع الاكسلت بتاعتك. وبعدين انت تكتب ايه الحاجات اللي اتضررت من ده. تمام? بعدين تبتدي بقى تكتب مسلا الناس اللي اتغورت دي. انت عبارة عن ايه هل في حد كان مثلا موجود كان حاضر لازم يكتب ويمضي على الريبورت ده. بعدين تبتدي بعد كده تكتب اللي انت شايف ان هي ممكن انت تتعامل بها علشان المشكلة دي ما تحصلش مرة تانية. فييجي بعد كده او المهندس المهندس اللي ما موجود في المشروع. بتدي يكتب هل هي فعلا اللي انت كتبتها دي ونسبة وفعلا وهتحل المشكلة ولا مش هتحل المشكلة عندي. لو ما حلتش بالنسبة لي المشكلة هبقى خلص هو هيكتب اللي هو اللي هو يبتدي انت حضرتك تقدم حاجة تانية او تعمل محضر او تعمل اي حاجة علشان تثبت ان انت فعلا هتاخد بالك والاكشن ده مش هيتقرر تاني او الاكسن دي مش هتقرر تاني في الطريقة دي. فبالتالي مهمة جدا الفورمي دي تكون موجودة عندنا في المشروع ومهمة جدا ان احنا نتعامل بيها بطريقة صحية. احنا كده خلصنا الفورميس بفاجة. هل في عندنا اي استفسار? في التامبلتس اللي احنا تكلمنا فيها دي. نرجع كده الفورميس بتاعتنا الطبيعية. كمان. ده كده بالنسبة لكل التامبلت اللي احنا ميتعامل بيها في المشروع اللي احنا قلنا ضروري جدا ومهم جدا ان هي تبقى موجودة عندي من اول المشروع. ندخل بعد كده في النسبة للسابمتلس. وايه الفرق ما بين السابمتل والترانسمتل? ممكن شرح عنها. نسي ار. هستقزنك طب نخليها طايل في الاخر. هي فورمي الخطابات دي هنا مش مكتوب فيها اي حاجة. انا هوريك بعد كده فورمي الخطابات. ممكن اخليها المحاضرة الجاية. ايه او ابعت لكم على الواتساب فورمي بتاعة الخطابات. علشان لو فيه ايه يعني لو فيها اي تعاديل تاية هوريها لكم بشكل اول. دو فيشي تجمع لنا المحاضرات السابقة زي ما تم في جزء الايزو. هو ايه اللي تم في جزء الايزو؟ انا مش فكرة. مايش ازي محامل سليم بس ما اتوضح لي بس او ايه اللي تم الفقوز الايزو او الفورمي الزاشان انا مش. مش عارفة حاجتك محتاج ايه. ترانسيميتر يحتوي اكثر او انتم طويتوني عن السؤال عشان ما اتجاوبه مش مش. ايه. سابميتر فور ابروفن قولي الترانسيميتر يحتوي اكثر مستهى الترانسيميتر بمعنى ادق رقم الموقع بتاعت السابميتر. رقم الكوفر. اي حاجة الترانسيميتر هو اي حاجة كوفر محتاج. طيب. نتكلم عن الترانسيميتر والسابميتر. السابميتر هو عبارة عن scamp. نتك بتبقى عامك تسليمه. اوSCAP المقاول بيبعطها الى الاستشاري علشان التوافق عليها. علشان ياخد ابروفل عليه. علشان يعمل بها في الى الناشمه. إنما الترانسيميتر الده كوفر بتاع السابميتل الده. علشان يقدر ان هو يشتغل عليه او هو يبقى في بيانات اوضع. الترانسيميتر كل الكوفرز اللي موجود عليه. انا profقد93 انا ببعت الحاجة دي من عندي لحد تاني علشان تبقى موجود عليها الكوفر وتبقى واضح عليها، هو يقدر فاول حاجة هنا التعريف بتاع اول حاجة التعريف بيقول ان هو اي تروح من للمهندس او للاستشاري محتاجة موافقة علشان يستعملها في المشروع. هو ده التعريف بتاع السبمتل. طيب ايه تاني ان هو ممكن يحتوي على على معلومات. يديها المقاول جاية واخدها من المقاول من الديزاين مسلا. او اخدها من اللي عنده ومحتاج ان هو يعدلها علشان يواثق بيها ياخد موافقة بيها من الاستشاري علشان يتعامل بيها. تمام? طيب. ايه هي الانواع اللي احنا بيتعامل فيها في السبمتلس او ايه هي اللي احنا بيحطها في السبمتلس اول حاجة دي بتبقى عبارة عن موجودة فيها موجودة فيها تعريف كل حاجة عن المصنع. وبتبقى موجودة فيها كل بتاعت الديزاين. تمام? فدي اول حاجة من ضمن الحاجات اللي بتتبعت في الترانس متلس او في السبمتل. تمام? يبتاني حاجة ايه انا بحاول ان انا ابعتها من من المقاول الاستشاري بتتبعت من خلال الشوب درون. تمام? بيبقى فيها ايه? بيبقى فيها الديمانشنز بيبقى فيها الكل المواد اللي احنا بنستعملها. بيبقى فيها كل الفابريكنز اللي احنا بنستعملناها في المشروع. الكميات بتاعت الحاجة بتبقى موجودة برضو في الشبطة. بعد كده السامبلز. لو انا محتاج ان انا ابعت المستشاري سامبلز يلاقي منها اللي هو يشتغل بها في المشروع برضو انا محتاج ان انا ابعتها له بسبباتي. ايه كمان? الحاجات اللي انا ببقى محتاجة انا اختاروا ان هو يختار منها الوان او يبعطها للديزاين عشان ينختر منها الوان زي الوان الوان الازاز الوان الاساس الوان الحاجان والمباني كل الحاجات دي بتبقى محتاجة ان انا اقدم الكلار شيوز دي او الفانش البتايتها علشان يبتدي ان هو يشتغل عليهم. كمان الكراتشارت اللي احنا قلنا تكلمنا عليه. بعد كده اي برودكت انا محتاجه ان هو يبص فيه. ابعت له الكمبونس بتاع اي ماتيريا. برضو محتاج انها ابعتها له في ساب ماتيريا. واخر حاجة كل الماتيريا اللي احنا اتكلم معا. طيب ايه اللي مطلوب ان هي تكون موجودة في الساب ماتيريا? الديتا اللي المفلوب دموجودة في الساب ماتيريا. داتا شيك. تايت. تايتل. 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 اللي انتو بتتكلموا عليه ده كله موجود في الترانس متر مش في الساب ماتير. تايتل والرفيجن والديت. الزبط واللوغو والستاتس. ده كله موجود في موجود في الترانس متر مش في الساب ماتير. الساب ماتير نفسه احنا اللي بنتكلم عنه هو التكنيكال داتا نفسها. زي مسلا شبجو محتاج ان انا يكون فيها كوانتت نسبتا على الداتا اللي انا استعملها الديمانشنز البرفورمانس الديزاين كراتيريا اللي انا بتعامل فيه. كل ده بيبقى موجود في الشبجواني. في النسبة الترانس متر اللي ساب ماتيريال ببقى محتاج ان انا عارف مسلا الماتيريال الساب لاير الكاتالوجز نامبر الكاتالوجز كود كل الحاجات دي الداتا شيتس كل الحاجات دي لازم تبقى موجودة في السامبل اللي انا بقدمها. تمام؟ تايت. ازي اقدر ان انا اعمل امبروف للسبميتلز التاعتي. يعني انا دوقتي عاوز ابعت ساب ميتل. انا المهندس مقاول عاوز ابعت ساب ميتل بتاعي عاوز اقول ان الساب ميتل اللي ابعته ده محتاج اعمل ايه? qué Istana يBR احفاب ميتل رف تroundedرف تالم ساب وطل ساب وطل ساب وطل ساب وطل تالم مواصفات تمام. عندنا هنا مطابق المواصفات وفيه داتاشيت. سابقة اعمال. بزبط كده حاجة مهمة جدا. اول حاجة انا محتاج ان انا اقول عليها ان انا احسن منه سابميتر لها مقدمه اول حاجة لو قدرت ان انا خليه يتقدم بطريقة اوتوماتيك يبقى دي حاجة جمدة جدا. هتسهل عليها كتير وهتبقى كل الداتا بتاعتك تمام. لو انا عندي سيستم بقدر ان انا اقدم منه ترانسميتر دي بدل ما اقبعه وقدمه هارد بقى داكويز جدا علشان اقدر ان انا اتابع الكلام ده. تمام? فاول حاجة احاول ان انا يكون عندي سيستم اقدر اماشي دي موضوع بتاعتك. ثاني حاجة ان انا اخلي كل المعلومات بتاعتك سابميتر لان انا مقدمها دي بطريقة. مش كل الناس تبقى عارفة كل حاجة عن الدوكينس اللي انا هتعامل فيها او تبقى معلنا عن كل الناس. ثالث حاجة ان انا اعمل فيلترز للسابميترز بتاعتي. تبقى عندي فيلترز شغالة عليها علشان اقدر ان انا اطلع بطريقة صحيحة وبطريقة واضحة. تمام? بعد كده ان انا اخلي ان عندي فيه ايميلز نوتيفيكيشن للسابميترز ان انا بستلمها. اخلي السيستم عندي ان انا وانس ان انا استلم سابميتر ان انا ابتدي اعملها ابعتها بالايميلز عشان تبقى كل الناس ابتدي تشتغل عليها او كل الناس تبقى عندها بالمعلومات اللي هي موجودة عندنا. بعد كده ان انا اخلي سابميترز بتاعتي موجودة في مكان واحد مش موجودة عندي بس انا في الجهاز بتاني ومش حد عارف عنها حاجة. تبقى كل الناس عارفة كل المعلومات اللي موجودة عنها والوارد ده فيها المختصين بالمكان. مش اي حد يبقى عارف معلومة مش مفروض ان هو يعرف. وبعد كده ان انا بخلي اكتر من حد يقدر ان هو يتعامل في نفس السبميتر ده اكتر من حد يقدر يراجع نفس السبميتر في نفس الوقت. مش لازم ان انا الديبارتمنت اخذت شغلها وبعدين يروحي الديبارتمنت التاني. لو انا بتاعتي بتقول او بتاعتي بتاعتي بتقول ان هو يتسلم لا اكتر من حد في اكتر من مكان. يبقى لازم ان هو يروح لهم كلهم في نفس ذات الوقت علشان يقدروا ان هما يتابعوا الكلام ده. ولازم ان انا خلي كل التين بتاعي يكون بكل المعلومات الموجودة عندي علشان اقدر ان انا اوصل لهم المعلومة الصحيحة في الوقت الصحيح. حاجة كمان ان لازم بتاع تسميتر ستاعتي تكون لازم تكون واضحة. لابقى انا عارف ما ينفعش ان انا اكتر بستاعتي دي على سي. لازم لا اما هي بي. ومحتاجة ان هي خلاصة تنزل المشروع تشتغلوا بيها. او ان هي سي محتاجة ان هي تعمل لها مش محتاجين انها محتاجين ان نعمل لها تاني. مش هينفع انها نعملها من غير اي كمان. لازم ان انا بالس Мيتل بتاعتي اقدر ان انا اعمل اه كاستم. ان انا اقدر ان انا اعمل اي حاجة على اي مستوى انا محتاج ان انا نعمله. وanti الفيلترز مهمة جدا estavam ان انا في بتاع ت الدراق 조� Bai فenthانا من خلال الفيلترز دي انا بقدر ان انا اعمل'... بتاعتي بطريقة واضح هل انا منحتاج ان انا عمل على كل بتاعي تريجز او على قليلة تريدزان اللى انشاغل عليها او محتاج ان انا اعرف هالكل اللى محتاج ان انا عرف او محتاج ان انا اعرف كيه هي بسات Ochي محتاج ان انا اعرف ايه هي 那個 status بتاعتها اللى محتاج ان انا اعرف ايه هي الحاجات يعني انا محتاج ان انا طلع لها ريف Ob Brittany تاني. فان انا احاول ان انا اعمل طريقة واضحة علشان ابقى عارف انا بخاطب مني في الريبورتات بتاعتي. طيب. قلنا ترانسميتر محتاجين في ان احنا وايكون حاجة انت بتاخدها بتاسلمها لحد تاني وبتعمل لها كفر علشان يبقى سهل عليه يهرف ايه الكنت بتاع الدوكيمونس الموجودة عنده. تمام? طيب. الترانسميتر بقى احنا بحطين الداتا بتاعت الترانسميتر حاطفين فيها ايه. ايه الداتا اللي المفروض تمام موجودة في الترانسميتر. ايشو ديك بالزبط كده. الموضوع ورقم المستند، اسم المجبوط، کوض المشروع، سبجكت كده بالزبط كده. تمام. مهم جدا في الترانسبيتر بتاعي ان هو لازم يكون موجود فيه انا بعدت الحاجة دي امتا? انا عملت اشيو دوكنس دي امتا? فاول حاجة تاني حاجة لازم ابقى كاتب. الحاجة دي مبعوضة من مين? ومين المفروض هيستلمها. علشان يبقى واضح بالنسبة لي جدا ان الشركة يعني انا مساحا لو بعمل أو بعمل او بعمل مهم جدا ان انا بقى اعرف ان الاتا دي راحل مين? ومين اللي باعت الada دي. ما عدش انا ادور عليها اقول ايه ده هو الرابوت دا جال من فينا؟ فلاازم تبقى واضح علي. حاجة كمان البروكت eram المكس كان يجب اعرف ان الاتا دي بتاعت البروكت الفلاني علشان لو انا new project بالوقتي في السايت. فانا شغال في السايت في البروجت ده بس. بس انت لما ممكن لو بعتت دي لنهايه الافيس عندك او الهايه الافيس في اي حد من الناس اللي شغالة معك في المشروع. ممكن تتلخبط في داكيمين تانية لانهم مش موجودة عليها اسم المشروع ومش موجودة عليها اسم او رقم المشروع. كمان قلنا السبب ان انت بتبعت دي بتبعتها ليه? انت بعيتها ليه? فالمهم برضو ان هي تكون المطلوب منها انت ايه? كمان? فكمان مطلوب ان انت تبقى موجودة عندك مسلا الرجل اللي هيستلمها ده انت محتاج ان هو يعمل ايه من داكيمينس دي? عشان تبقى واضح بالنسبة له. حاجة تانية كمان يعني انا لو ببعت مثلا عاطت فيها وحاطت فيها وحاطت فيها سامبل وحاطت فيها بتاع ده جزء من اللي هبتكلم عليه. مهم جدا ان انا عمله فيها لست علشان الليست دي تبقى تسهل عليه ان هو يقدر ان هو يعرف الكنتنت في بتاعها ايه? علشان لو انا ضعت من ورقة او في ورقة منه بالنسبة له ما كانتش واضحة او ما كانتش موجودة هو يعرف يراجع. ده كمان بيسهل على ان هو يراجع الكنتنت بتاع الدكيمينس دي عشان ما يقعدش يدور فيها ويبقى مش حاطته فيها معلومات كافية. هو يقعد فيها طويل ورقة. حاجة كمان مهمة ان هو لو فيه سيبريترز يحط سيبريتر للساكشن او اللي هو بعتها له. علشان يبقى بيسهل عنيه الوقت اللي هو بيدور علي ما يعودش يفر ورقة ورقة. سيبريتر بتسهل عنيه وقت كتير لما انت بتبقى عامل اندكس بره. تدخل تبص على سيبريترز بتاعتك. هو عامل السيبريتر دي على ايه? بيراخد الورق. بدل ما بتبقى تراجع في الحاجة دي روبعي ساعة بتلاقي نفسك خلاص طاقة في دقيقة. انت بصت على سيبريترز بس ان هي موجودة وان ده موجود بطريقة صحية. تمام? فدي الحاجات المهمة قوي ان هي تبقى موجودة. المهم جدا ان هو يكتبه في عشان لو حصل اي مشكلة للورق بتاعك او حصل المشكلة في التصوير يبقى هو عارف ان في ورقة ضعت او في ورقة حصل لها مشكلة. اهم جدا ان هو يبقى مرقم الورق بتاع الجوه علشان لو حصلت نجات ورقة قبل ورقة عشان يعرف ان هو يوصل لها. ومن الورق ده يكون مكبوع اه سوري مخطوم. ان الختم ده هيوفر عليك وقت ان انت ممكن ان الورق دي تتبدل بورقة تانية او يحصل لها اي مشكلة. المهمسين مع بعض لما بيتعاملوا اللي هي بعيدة عن داكومت كنترول. ممكن يبدل ورق مع بعض ممكن في ميتنج يقول له لا هي داتا شيد دي ما كانش موظوطة لو اخد الداتا شيد دي. لو انت عندك دي مش مخطومة وانت متأكد ان هي ودخلتها للمغانس انت ساعتها مش هتقدر تفرق ما بين الورق الوريجينال اللي انت مدخلها له والورق الفيكي دي طلع لك وان هو اصلا اتغير عنده وما تغيرش عندك. تمام? فهنا سبميتل بديقدر نستعملها ان احنا بنبعت السبميتل عن طريق لو احنا لو انا مسلا بقدر ابعت السبميتل اما ببعت عن طريق الترانسميتر او ان انا ببعتها عن طريق سوفتوير او ان انا بيبقى عندي تامبلت سببعتها بالطريقة دي. تمام? ايه كمان? مفاجئة احنا كده خلصنا النهاردة. حد عنده اي استفسار? ترانسميتل ممكن يطلع له اصدار اخر او ممكن يطلع له اصدار اخر. تابل اف سبميتل هي اسمها اسمها لست اوف سبميتل. الترانسميتل مدوش ريفيجن لكن السبميتل بدو ريفيجن. الترانسميتل هو الكفر بتاع السبميتل. فطبيعي ان الكفر هيبقى عليه كل الداتا المطلوبة من السبميتل. دايما قلنا ان مسئوليته دايما يترانسميتل للبرة ان هو بيراجع كل الداتا الموجودة فيه برة اكوردينج الداتا اللي هو. فهو هيرى في راجعها زي من غير ما يبقى متأكد ان هي اللي برة. تمام? طيب احنا جده عندنا استفسار من اول محاضرة. حد المراكم المحاضر رقم 14. اي حد واقف مع اي حاجة. في اي حد محتاج ان احنا نعيد على جزئية معينة في حاجة مش واضحة في الكورس. الامتحام بالعربي لا الامتحام بالانجليزي. لأسف. لأسف معظم المشاريع مفيش خانة في السبميتل بي او كو. او للأسف. السؤال بخصوصا ان سي ار. ان سي ار بتبقى احبارها عن بيقدمها اه بيسموها ان هي عضب مطبقة يعني هو بيقدمها الاستشاري. ولا بيقدمها المقاول. بيقدمها الاستشاري. تمام. بيقدمها الاستشاري للمقاول ان هو بيقول انها دي حاجة غير مطبقة للمواصفات اللي هو بيطلعها. فبالتالي المقاول بيكتب له الرد بتاعه عليها وبيبعتها له ان هو لا خلاص كده صلح الحاجة ان هو خلاص ثبتها وخلاص هي كده بقيت تمام. هي الفورم اللي مش متواجدة عندي ان احنا احنا ما كناش بنشتغل بيها. فبالتالي احنا يعني ما عملتنش. فهعملها ان شاء الله هشفتلكوا فورم وبعتها لكم ع الواتساب. اه في محاضرة غاية قبل الامتحان لا هي دي اخر محاضرة. يعني الترانسميتر مالوش ريفيجن. السابميتر مالوش ريفيجن. لو في تجميع المحاضرات السابقة بشكل مختصر. ايه والله هي المحاضرات كلها موجودة على اليوتيوب. يعني لو هو ده مش كافي يعرفوني نعمل محاضرة مراجعة عشان. هسهل علينا جميع المراحل مراجعة ما سبت. ليه هتسهل عليك اين المحاضرة. يعني كلها موجودة على يوتيوب. احنا جيين معرفة المعالم والخطوط العريضة للامتحان. هو الامتحان هيبقى فيه كيستا دي. هيبقى فيه اسئلة عن كل اللي احنا خدناه. الاسئلة مش بتقيس هل انت مذكر حفظ التعريف والكلام ده ولا لا بس هتبقى بتقيس انت فهم فهمت ايه من المحاضرة. فهمت ايه من المحاضرات اللي احنا بنتكلم فيها. انت لو حد شغال في الكارير ما عندكش يعني مش مش اول مرة تدخل الكارير معانا. هتلاقي نفسك بتحلي الاسئلة دي كده سهلة جدا. انهاي اسئلة مش صعبة. بس في نفس الوقت هي بس يعني حاجتك استوعب تقدييني الكورس التعلي. هيكون فيه اسئلة عن عايزو طبعا هيكون فيه اسئلة عن عايزو. الامتحان هيبقى برا عن شويس. وهيبقى فيه كيستا دي. هي ايه اللي اختصار ايه? طبيعة الاسئلة في الاغلب الامتحاني. هي الاسئلة كلها اختيار. عشان بس يبقى سهولة الوقت مطارش تريد. ممكن شرحي عني تشورت. ما خلو اسئلكم محددة. محتاجين مراجعة محاضرة مراجعة? طبعا. نوعية اسئلة الامتحان هي اسئلة اختيار ايه? ايه رائد في سيستم وراسكم ان جميع التقديمات الفنية بتطلع بكافر ترانس ميتل? ايوه هو ده الصح. يعني بغض النظر عن ان هي وميني اللي بيعمل كده بس هو اسبلت وشبت روجي ماتيريو الساب ميتل كل حاجاز بتطلع بترانس ميتل. اما هو هيبقى محتاجين انت يعني هييراجع على شغلك ازاي ولا انت هتراجع على شغوله ازاي? الامتحان عربي ولا انجليش انجليش. عاد الامتحان امتى? مش هو السبت الجاي السبت اللي بعدين ان شاء الله. يعني ايه كيستا دي? يعني احنا اخدنا شوية اسايمنت خلال فترة الكورس بتاعنا. هيبقى واحد من الاسايمنت اللي احنا اخدناه. خليناكم ان انتوا تعملو حاجات بايتكو بمعينة. هيبقى حاجة من الحاجات اللي احنا خلينا انتوا عملتوها بايتكو. يعني العمل الاسايمنت هيبقى سهل عليه قوي ان هو يتعامل معنا في الامتحان. براكات لانت امتحان يا دكتورة حاضر. الاختصار بتاع الاني سي ار نان كونفيرمان سريد. تمام? يا ساعة ثانية ممكن نرد عليها لو حد حابب نفتح له الفويس عشان يسأل الوقت. الوقت ما هو عايوز. داش بورد تشورت فور لوك. تمام بس هو الوقت النهاردة مش هيسمح بان احنا نشرح بالتشورت بس احنا ممكن حد نشوف وعدي تاني نشرحه فيه. في الوقت محدد الانتحان. او طبعا كبيرت محدد الانتحان. غالبا يبقى سيعيان. مراجعة ولا لأ? هنحاول نشوفنا بزبط وقتنا كده ونشوف جزاكم الله خير. نشوفك على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة وبركاته. اشتركوا في القناة